طيب ونقول ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سيد هند الخيال والنهاردة انا حاب اتكلم معاكم في علاماتني السلطة رقم واحد اهم حاجة عايز اقولها لكم انه انا بقالي 18 سنة كنت بدرس واكتشفت ان كل اللي كنت بدرس في الفترة اللي فاتت دي كلها كانت برح للأسف الشديد عشان كده عايز الالحق بقيت المدرسين انهم يعلموا بالطريقة الصح حاجات كتيرة جدا من الممارسات اللي كنا بنعملها اثناء التدريس للأسف الشديد ما كانتش من الممارسات المزبوطة نومبر وان ودي حاجة مهمة جدا هي التي تي تي او التيتشر تاوك تايم التيتشر تاوك تايم احنا كنا متصورين ان كل من المدرس يدخل وانت هقلبه في كلاسفروم كده ويطلع كل النولدج اللي عنده كل ما كان الدرس بتاعه مور افكتب لكن اكتشف انه علميا اكتشف انه العكس ويطلع كل ذلك سلتا وكامبرج كريتيريا ما بقولش انه انه افكتبه لكن على الاقل هي افكتبه 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 with the student talk time وكل ما كان ال student اقدر على انه هو اللي طلع المعلومة او انت كل ما كنت اقدر على انك تطلع المعلومه من ال student بتاعك كل ما كان المعلومه اكثر ثباتا في ذهن ال students بتوعك وفي نفس الوقت كل ما كان الدرس بتاعك مور افكتبه فالقصة مش قصة انك تدخل وتلقن وفي الاخر تتوقع او تعمل اكتيفتي او تدي براكتس اكسسايز وتتوقع انه الدرس بتاعك كده انتهى للأسف الشديد طريقة التلقين اثبت انها من اسوأ الطرق اللي ممكن التيتشر يستخدمها علشان يثبت معلومة في ذهن الستودنت وخاصة اذا كنت بتدرس language فالمعلومة اللي عاوزة النهاردة نتكلم فيها هي التيتشر talk time try to reduce your teacher talk time اذا عاليز تعرف ازاي استناني ان شاء الله في الفيديو الجاي ويجي يمكن ان تكون في مرة او دو ان شاء الله هقولك ازاي حسنا فى للمتني السلطة واسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة